أو أبناء الإدارة التونسية قلنا تطلعوا بمسؤوليات حتى في الوزارات اللي مسكوها تقود ربما تنرجو لها مسألة الشرعية اللي هي تخلق إشكال في علاقة بالحكومة في المصدر نحكي أكثر على الشرعية وعلى التركيبة والحكومة الحالية في جانبها القانوني والدستوري بعد شوية مع ذيفنا أو سيد القانون الدستوري سيد محمد عطايل الظريف لكن خلينا نحكي أكثر على البعد الاجتماعي في التركيبة هذه وهل لديها نفس اجتماعي حتى في كلمة رئيس الحكومة مع ضيفنا الناطق الرسمي باسم المنطد التونسي للحقوق الصادية والاجتماعية سيد رمضان بن عمر مرحبا بيك مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعات مطلب لكل منظمات المجتمع المدني على الأقل منذ يوم 26 جوليا وتأخرت ربما كثيرا إن شاء الله ما ندفعوش ثمن هذا التأخير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي الحكومة نتقبلها بطبيعة بإيجابية ومفتحية للتعامل معها ولتشاور معها في عديد الملفات الاقتصادية والاجتماعية وفي اعتقادنا أن سيدة رئيسة الحكومة اليوم قدمت ربما بعض المبادئ العامة فقط يصعب الحكم ربما على النواية الحكومة الحالية وننتظر ربما إطلالة إعلامية لسيدة رئيسة الحكومة ندوى صحفية وإلى لقاء إعلامي مطول لتقديم كيفة برنامج نحن تعاودنا أن رئيس الحكومة يتم تكليفه يمشي للبرنامج إذا كان لديهم ما لديك رئيس حكومة على الأقل خاطب شعب التونسي مباشر إذا ما تخاطبوا بكلمة مباشرة تكون مفصلة على الأقل في كل الأولويات هذه اللي حكيت عليها هي مبادئ عامة تحاول تفصلها بش الناس نفهد تفهم أكثر معناها التوجه العام طالح حكومة متاعها وإلا حتى في لقاء إعلامي مع إعلامي ولا اثنين ولا ثلاثة تشوف الشكل المناسب المهم أن يكون على الأقل يجيب على انتظارات كل الفاعلين في تونس وكل مواطنين خاصة أن الحكومة هذه تتمتع بنوعا ما هي في سياق سياسي صحيح متقلب أما على الأقل لا عندهش ضغوط لعند الحكومات السابقة باعتبارها حكومة واضحة المسؤولية السياسية متاعها في المرسوم 2017 لا عندهش مسائلة سياسية تكون موجودة أثناء ممارستها لمهامها تنجب تكونها من بعد أما على الأقل لا عندهش الالتزامات التي كانت عند الحكومات السابقة وبالتالي يكون عندها هامش عمل وخاصة أن نتوقع أن تبقى الحكومة هذه نورمال مو حتى لنهاية السنة المقبلة لأن الفترة الاستثنائية ظهر من الملامح إذا كانت تشكيل حكومة أخذت شهرين وإش فما بالك بحوار وملامح لمرحلة السياسية القادمة وغير وبالتالي يكون عندها مجالة ربما للقيام لمعالجة على الأقل الملفات والأولويات الموجودة عندها على المستوى بعض الأسماء بطبيعة بعض الأسماء قريبة هي من وضع الاقتصادي والاجتماعي نورمال مو معناه تم حتى إعتبار المصعد الاجتماعي ولو ديما صحيح مهم الكفاءات الوطنية لكن الأهم حتى لأنه حتى يحكمون وفشلوا في السنوات الأخيرة كانت عندهم دي سي في كبار ومعناها من كبرى الجامعات وغيره المهم هو الرؤية الرؤية ذلك لازمهم الكل يتكلم كل واحد في مجاله يلزم يتكلم ويلزم ينفتح على وسائل الإعلام بيش على الأقل نقطع معاة اللي صار في ثلاثة شهر هؤلاء ينفتحوا على وسائل الإعلام الوطنية بيش نجموا وقدموا رؤيتهم كل واحد في مجاله وكل واحد في اختصاصه بيش نعرفوا اليوم علاش قادمين خاصة أنه ننحو عنا مشاكل كبيرة لأنه النقاط اللي تقدمتنا اليوم في أغلبيتها مضاددة لللي صار في العامين التالي معناها الفساد الأداء السياسي المحابة تنعدم الثيقة ونحن سفيق أحسن إجابة للماضي هو النظر للمستقبل النظر للمستقبل وشنون نجموا نقدموا للمواطنين والرئيس حكي على إعادة الأمل خاصة على إعادة الأمل من الإحباط لأنه حتى الحديث على الماضي برشة رأوا بثل هذه الطريقة وكأنك زادت تعطيهم في مجال بيش تعاود تعيشهم ننظروا للمستقبل طي صفحة الماضي صفحة هذه مقابل 24 نجويلة لابد أن يقع طيها وأن ننظر للمستقبل بأكثر انفتاح ودائما بأكثر حذر لأنه اليوم رأوا شهرين نظام زادوا صعاب شوي صعاب في الغموض اللي صار والكلفة الاقتصادية والاجتماعية حتى 12 شهرين نظام صحيح مقابل 24 نجويلة كلنا حسمين فيه أما زادوا الارتباك هذا اللي صار في شهرين نظام منذ 25 نجويلة ولا الارتباك اللي صار ماذا بنا ما يعادش يتكرر ونشوفه في المرحلة القادمة أكثر معناها شو نقوله معناها حضورا وأكثر معناها تفاعلا مع المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخاصة على المستوى التواصل للتوانسة اليوم محتاج عنا رئاسة متحبش تكلم بارشا ماذا بنا رئيس الحكومة والوزراء يتكلموا شوي يتكلموا على الأقل في المهم على الأقل نقوله والأهم عند التوانسة حتى يسمعوك التوانسة يقولك زادة ماذا بنا شكوني يخدم أكثر ما اللي يتكلم حتى شخصنا حكومة حكومة سابقة تتكلم بارشا نعرف وحكومة ساعات يتكلمون كلام بي نسيش كان يقضوا ساكتين ويخدموا مش مشكلة ولا نسمع اللي خطر ليش لأنك انت اليوم ما عندك بارشا غموظ وعندك بارشا أخبار مضادة يلزم اليوم على الأقل مصدر رسمي انت ما تكلمش انت يتكلم ناطق رسمي باسمك يتكلم المكلف بالإعلام يوضح النقاط ما تخليش مكان للإشاعة ومكان ربما للحاجات اللي عشناها في الشهرين وتسهل عمل صحفيين وتنفتح على وسائل الإعلام اللي هم رام النجم يكونوا كانوا معاك في المرحلة هذه خاصة في المرحلة كيمة هكا متاع أزمة هم بيدهم محتاجين للمعلومة محتاجين للمعلومة صحيحة معلومة مصدرها وبالتالي رأي جزء كبير من بداية نجاحك على الأقل يكون على الأقل على المستوى الإعلامي والتواصل مراد فضل أنا أتفق معك بسألت الاتصال يعني احنا اليوم ثم بعض الناس علقت على أنه كيفاش ناخذ الأخبار متاع تشكيل حكومة وقسم من صفحات فيسبوك ونذكروني أنه قبل أيامات كي صارت المشكلة التقنية وهي سياسية في نهاية الأمر متاع فيسبوك في العالم كيفاش أنه ثم حرج كان في رئيسة الجمهورية كيفاش تتواصل مع شعبها يعني لابد من حل هذا الإشكال بطريقة جدري وماش ما هوش سحر معنى ما هوش عوضة ثم معروفة الاتصال المؤسساتي معروف ونقريو فيه في الجامعة التونسية ونوعشناه ونجربناه نبتعد على اللغة الخشبية ومدام ثم فعل وثم إنجازات وثم تحريك مياه راكدة دونك ثم مادة باش تقدمها لتوانسة ربما نختلف شوية في مسألة طي الصفحة يعني لا لا مش طي الصفحة لأنه اليوم الحكومة هذه قدامها تاريكة ثم تعهدات مع طرف اجتماعية تثبت فيها الحكومة السابقة والحكومة الجديدة بمنطق استمرار الدولة لا بد أن تدفعها معها يعني التدوينة بتعسيمي طهري الناطق باسم اتحاد الشغل واضح يقول لك أنه ننتظر البرنامج ننتظر كيف كيف الاستمرار الاستمرار تعهدات الدولة اتزامات الدولة أيضا ما تم ربما من فساد وإفساد داخل الإدارة وداخل الاستفاقات العومية وداخل البطء اللي صار في تنفيذ البرامج وتطبيق القوانين وين هو القانون الثمانية والثلاثين والاقتصاد التضامن الاجتماعي إلى غير ذلك يعني هناك تركة كبيرة لابد من أن نأخذها بعلاعتبار حتى لا نحمل هذه الحكومة ما لا تحتمل يعني الحكومة هذه دخلنا وضحه لتوانس ثم تحديد للصلاحيات وفق القانون الأمر 117 يضبط صلاحيات هذه الحكومة ومهامها اللي هي في نهاية المطاف مش تنفذن توجيهات وسياسات يضبطها رئيس الجمهورية وهي حكومة للأسف عندها تركة ثقيلة جدا والوضع صعيب تركة قديمة مع شهر ونص ربما من الغموض ومن التردد مع إكرهات خارجية أيضا مع ديون مع تزامن مع نهاية سنة إدارية ومالية ومعني ذلك من ضغوط لختم قانون مالية تكميلي وعداد قانون مالية جديد العام 2022 يعني الورشات مفتوحة بشكل كبير وربما نتفعل معك شوية بمعنك القصدت أكثر وخل المستوى التواصلي لأنه اليوم بوقت اللي نتواصل مع الرئيسة الجمهورية تتواصل مع المواطنين وتبقى تقف يسر اليوم على مقابل 25 جوليا هو نعتقد ما ينجي كساعات يخدم الطرف الأخر زد الخطابة ذلك اليوم صفحة مقابل 25 جوليا لابد أن تسلم إلى القضاء إلى قضاء جد ونزيه هو لنجم يتعامل معها ومبعدتها والمؤرخين يكتبوا الفصول ولا يكتبوا ما صار بالضبط ماذا بنا أكثر رئيسة الجمهورية في تواصلها مع المواطنات والمواطنين أنها تحكي على المستقبل أفضل يكون هذا خير لأننا محتاجين لرسائل إيجابية حول المستقبل كان تم جزء اليوم وكان خطاب ليس خيب على الأمنة مقارنة بالخطابات السابقة كان ليس خيب خطاب رئيس الجمهورية خطر فيه تم شوية رسائل على المستقبل ومتاع أمل قال كلمة مهمة أنا شدتني الحقيقة ونحب نعودها قال تونس تتساع للجميع هذه الكلمة وحكي على الإحباط المرور من الإحباط إلى العمل ومن اليأس إلى الأمل وهذه رسائل مهمة ورسائل هذه لابد أن تترجم فعليا اليوم الحكومة عندها ملفات كبيرة برشا وفي مدة قصيرة خاصة نهاية هذه السنة عندك اليوم معناها سنة مالية عندك صعوبات كبيرة في كيفية إتمامها ولابد من إيجاد حلول سريعة معناها سواء على المستوى الداخلي ولا على المستوى الخارجي بيش نجم تكمل التزاماتك المالية على الأقل في الحد الأدنى عندك سنة مالية جديدة كيف مخذتش الفرصة الكافية بيش تعدد مشروع قانون المالية واضح أن مشروع قانون المالية تعدد بطريقة تقنية وفي ظروف بطبيعة سياسية نصعيبة وبالتالي ما يكون عندها هامش تحرك كبير برشا لكن بيش يكون عندها مسؤولية كبيرة خاصة في تعبئة الموارد المالية للسنة القادمة الحكومة اليوم نحن ربما لآثار انتي به إنه كأنه نختزل وزادة الأزمة اللي مرت به البلاد التونسية في بعض الأشياء اللي هي تصرفة طبقة سياسية أخطاء طبقة سياسية واللي هي زادة الفساد وربما بعض الزبونية وغيرها والصفقات العمومية وغيرها في حين أنه أزمتنا صحيح هذا جزء من أزمتنا لكن أزمتنا زادة رأي أزمة سياسات اقتصادية واجتماعية وهذا يجب للناس هذا هو مش نحكي على البعد الاجتماعي اللي ربما حبيت نسل لك أنا رمضان التوجهات اللي أعلنت عليها سيدة رئيسة الحكومة سيدة نجلة بودن اليوم الصباح التوجهات هذه هل وجدتم فيها بعض اجتماعي نفس اجتماعي خاصة أنه الفترة الفارتة والمنتداء التونسي للحقوق السادية والاجتماعي هو أكثر مؤسسة طعنة برصد الاحتجاجات والاحتقان الشعبي وشفنا حتى في سبتمبر مؤشرات متاع ارتفاع في الاحتقان الاجتماعي اليوم ربما التوجهات الاجتماعية والبعد الاجتماعي ربما يساهم في تخفيض منسوب الاحتقان هذي هل وجدتم نفس اجتماعي في التوجهات هذية على مستوى الخطاب ربما لا خطوط عامة معناها ما نحبش نستبق لكن على مستوى الأسماء توقعنا نحن نحكي لسيد وزير الشؤون الاجتماعية هو إنسان من صميم الحراك الاجتماعي يعرف تقريبا كل الملفات الاجتماعية ويعرف كل التحركات الاحتجاجية بل بالعكس هو كان مستوى وبالتالي هو بش يكون عنده الأسبقية باعتباره ملوم بكل الملفات الحكومة هذه عندها استحقاقات عندها استحقاقات رسمية عملتها سواء مع الاتحاد العام التونسي والشغل ولا مع كل الأطراف المهنية الأخرى العراف والفلاحين وعندها التزامات مع بعض القطاعات كما عمل حضائر كما قانون 38 كما بعض الاتفاقيات التي عاقدتها في الكامو وفي تطاوين في كبلي وفي بعض المناطق بزيد وعديد إجابهات مختلفة وبالتالي من منطق السمرارية الدولة لابد من إيجاد إجابات لهؤلاء الناس لا نقول لك تطبقها اليوم الاتفاق أما تعطيه إجابة واضحة وصريحة حول ما تعمل في الملفات هذين ومسارحة وتفتح معهم قنوات حوار وهذه رغم من المسؤوليات الكبار لأن الناس اليوم صحيح الناس اليوم ركزة أكثر على العنوين السياسية أما توت شكلة الحكومة كلها تتوجه بمطالبها للحكومة وتريد إجابات واضحة وبالتالي الوزراء الضمع عليهم أن يكونوا معناها في مستوى مسؤولية تقديم الإجابات اليوم عندك أزمات مختلفة عندك معناها منذ 25 جويل يعني أكثر من 7500 حرقوا أكثر من 7500 من جملة من جملة من جملة من جملة 1500 وصل للسواحل الإيطالية معنا أكثر من نصف حرقوا سنة وصلوا بعد 25 جويل بخلاف العدد الكبير زاد اللي منعناهم اليوم أكثر من 10 ألف منذ 25 جويل عندك احتجاجات اجتماعية في شهر أوت عندك 400 شهر سبتمبر رجعت أكثر من ألف عندك أزمة مرتبطة في القطاعات العموية في الصحة في التعليم في النقل العمومي في البنية التحتية مشاريع معطلة هذه كل اليوم يجب أن يكونوا مقتنعين أنهم يواجهوا مشاكل اجتماعية كبيرة أخطر حاجة بالنسبة لنا أنهم يستسهلوا عملية خاصة الإجابة على الاحتقان الاجتماعي بالتسيس أو بالمنطقة المؤامرة وهذا خطير برش لأننا رأيناها ساعات في كلام رئيس الجمهورية وقت الحكاية مثال على الهجرة غير نظامية وبالتالي يجب أن يكونوا واعيين أنه رب بد من فهم هذه الاحتجاجات والتعامل معها بإيجابية منطقة تخوينها أو اتهامها بالتسيس اللي هو شفناها منطقة هذا استعملوه من عشر سنوات السابقة الحكومات لكل استعملت وبالتالي يروا كأنه ما صارتش قطيع هذا على الأقل من اليوم نقولون ردوا بالكم تمشوا للمنحة هذا تفهموا الاحتجاجات أعطوا إيجابات للناس قدموا تغيير حقيقي حتى ملموس في الحياة اليومية للتوانس والتوانس وإلا حتى الإيجابات الأمنية أيضا على الاحتجاجات الاجتماعية هذا كل يلزم يلزم التعظم الدروس اللي صارت مع الحكومات السابقة معناها في التعامل مع الاحتجاج الاجتماعي أعملوا تغيير حتى ولو ملموس عند التوانس في حياتهم اليومية كيشوفوا النقل بداية تحسن الوتيرة كيشوفوا استبيطارات بدأت تتنظم شوية رجع على الدواء شوية كيشوفوا المدارس جابوا لهم معلمين ولو شوية معلمين موجودين لأسادة موجودين نقصنا شوية من العاملية النيابات وغيرها الناس تكون إيجابية ومستعدة تعطيك أكثر ثقة وتمشي تحسننا شوية من التبعات من الكارثة التي صارت في العشرة سنوات والحمورة تعليق مهم جدا يعني أصداح رئيس الجمهورية بأنه الوقت بتاع فتح ملفات لابد أن يكون هذا بالفعل سنفتحه كل الملفات لكن نكد على الطابع التشاركي والجماعي لأن البلاد لا تدار بشكل انفرادي راه من جمش اللي في السلطة واحد ويحكم راه ثم مقاومات خلينا من كلم الكبير ديمقراطية ومجتمع مدني غير ذلك ثم أطراف وبناء الدولة الوطنية نفسه وشاهد على ذلك ما تجمش تبني الدولة وما تجمش في الاستقرار والهدنة الاجتماعية والسلم الاجتماعي وتعالج كثير من المشكلات الاجتماعية إذا ما تفتح قانوات مع الأطراف الاجتماعية المسؤولة لتحثوا على مكونة المجتمع المدني بكلها وخاصة اتحاد الشغل واتحاد العراف وغيروا من النقابات المهنية رأوا اليوم إذا كانك ما تتواصلش معها وما تصيغش معها شراكات فعلية ستجد صعوبة في تمرير لمشروعك الاقتصادي والاجتماعي وفيما بعد حتى مشروعك السياسي لأنه يبدو أنه هذه جزء من المشروع الرئيس قيسي سعيد حبينا ولا كرهنا هذا خلقنا بوضوح أنه اللي صار اليوم هو نقطة من نقاط المشروع السياسي لقيس سعيد أعطانا الحكومة في انتظار توضيح الإصلاح السياسي اللي تحدث عليه واللجنة اللي أعلن عليها لإعداد الإصلاح السياسي هذا جانب آخر لكن اليوم مهم جدا أنه تكون أيدي ممدودة خاصة مع الأطراف اللي عودتنا بالمسؤولية وبروح المسؤولية وبروح تقديم الإضافة اليوم تجمش تحل الملفات تقصدية وشتماعية وانتي ما عندكش معاك اتحاد الشغل واتحاد العراف الفلاحين العلمين هو في خطابه اليوم قال سنعمل في قادم الأيام على حوار وطني حقيقي حوار مع الشباب في كل جهات الجمهورية ومع كل التونسيين الذين يقبلون بالحوار الصادق لاستكمال الثورة واستكمال حركة التصحيح والتحرير يقول هنا استكمال حركة التصحيح والتحرير استكمال إجراءات 25 جولي هذا هو المسار المسار لهنه معناها ما قولت الحوار للشباب والجهات أعتقد اليوم راه منظمات المجتمع المدني من الحزاب السياسي دعنا نحن تحث مقاومات الديمقراطية عندك كيانات سياسية ومدنية قامة في البلاد وكل عندها تركيباتها الشبابية ومنظماتها الشبابية يعني حتى تحب المنطقة المؤسساتي المنظم أما خيرك أنت تبدأ مع أطراف مسؤولة واجتماعيا وسياسيا منظمة ومهيكلة وإلا هكذا في المطلق يعني اليوم تمثيل الشباب لم يجتم تمثيل الجهات رمضان الحوار مع شبابي نجم اليوم يناقص من الاحتقان والاحتقان الاجتماعي هو الحوار واضح أن المصار التاع ما زال مش واضح معناها فما خطوط عامة لكن الحوار اللي فيه إقصاع زاد المؤسسات السياسية التقليدية رغم المدنية التقليدية رغم رب تحفظنا عليها وعلى أعدائها وباعتبارها أنها زادة كيف كيف هي جزء من الأزمة لكن لا يمكن إقصائها تمام يمكن اليوم إطلاق حوار يدمج مصاري يدمج مصار فيه معناها الكينات السياسية والمدنية التقليدية أنها تكون موجودة ويدمج ربما هالحركات الصعدة والناشاء الحركات الشبابية يدمج الشباب الأليات نجم تلقاها موجودة أما المهم هو زادة في صدق معناها الحوار هذا وفي صدق معناها المخرجات متاعه وأن لا يكون زادة حوار حكر على مجموعة معينة تتفق مع التواجهات العامة لمطلق الحوار واضح شكرا لك رمضان بن عمر رناتق باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هل نرجع لكم بعد نشر الأخبار